بعد حصولهم على الاستثناء وابقاء المدارس لاستقبال الطلب النازحين من نينوى والأنبار وأيضا باقي المحافظات وديالا وجرف الصخر أقامت ممثلية نينوى في السليمانية احتفالا أكدوا من خلاله أنهم أمام فرصة للتقدم والتفوق رغم كل ما يعانيه الطالب العراقي إذن هذا التقرير وكل هذه التفاصيل عجلة العلم التي واجبا ألا تقف وجدت من يذلل صعابها ويتحدى سنوات النزوح ويجعل منها منحة لتكون العودة للديار ميمونة بالتفوق والنجاح فاستقبلوا عامهم بفرحة الأهازيج وفنون ثقافية متنوعة تغنت هذه الاحتفالية بمناسة هذه الاحتفالية أناشيد وشعراء وفعاليات فنية لحب العراق وحب قليم كردستان هكذا أرادتها ممثلية وزارة التربية للنازحين في السليمانية فحصلت على استثناء الكثير من الكوادر التدريسية من العودة إلى المناطق المحررة لجميع المراحل من المحافظات الساخنة وديالة وجرف الصخر ليحتضنوا أكثر من خمسة وستين ألف طالب وطالبا عودت الملاكات إلى مدارسها وحصولنا على الاستثناء من قبل معالي وزير التربية وكوننا عدنا مدارس وعدنا أعداد من الطلب الموجودين حاليا في مدارسنا وكان ينقصنا لكادر التعليم والتدريسي والحمد لله حصلنا على الاستثناء حصلت الاستثناء من أجل أنه نواصل هذه السنة خدمة للطلب النازحين من السليمانية حتى يكمل هذا العام الدراسي ووفرنا الشغلات التي أساسا لم يتوفر حتى بالمحافظات الكتب والمستلزمات الدراسية الأخرى قبل توزيع الهدايا والدروع للفاعلين في إقامة هذا الحفل ختامة نوقشت أهم الأمور الواجب اتباعها لتخطي حرج المرحلة ناهين حديثهم بأمنيات عودة المدارس إلى محافظاتها في العام القادم كل الحب التقدير إلى السيد وزير التربية ومؤثلية التربية في السليمانية وإلى كل من أسهم إلى نجاح العملية الدراسية للأعوام 2014-2015-2015-2016 والعام الأخير إن شاء الله 16-17 لعام دراسي حاسم والعودة الممدونة إلى مدننا العزيزة كنا مستعدين نفسيا بالأول وبعدين كملنا التحضيرات من ناحية الكتب من ناحية الإرشادات التربوية من ناحية يعني تعرفنا على العواقب وذللنا العواقب التي كانت تتحيق العام الدراسي الجديد بيننا وبين الأهالي وإن شاء الله نتجاوزها وبالموفقية للطلاب بين تطلعات العودة للديار وطموحات التعلم أنهار اشتازتها زوارق همم الكوادر التدريسية وأرباب الأسر ليظفر أبناؤهم هدر السنوات